قد يكون إنشاء بنك تجاري في مقاديشو برأس مال أجنبي ومحلي ضربا من المغامرة لكن مؤسس بنك فاست الصومالي لديهم فكرة مغايرة تماما لهذا الاعتقاد فهذا البنك هو الأول من نوعه في العاصمة الصومالية ويملكه رجال وأعمال صوماليون وأجانب وجاء تأسيسه بعد عامين من الدراسة والإعداد ويخدم هذا البنك الجديد رجال الأعمال الصوماليين الذين لهم أنشدة تجارية في الخارج وكذلك الأجانب الراغبين في العمل في مجال الاستثمارات في الصومال كما يقول رئيس البنك ليبان عبد عقال اكتشفنا بعد الدراسة طويلة أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء مؤسسات مالية مثل المصارف فبدأنا هذا المشروع بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال الأجانب الذين قرروا أيضا الدخول إلى الأسواق الصومالية ويقدم المصرف خدمة استخدام بضاقات الاهتمان في الداخل والخارج وهو أمر لم يكن متوفرا في الصومال من قبل واجتذب اهتمام العائدين من الغربة ويقول رئيس بنك فاست إنهم سيدخلون قريبا على الاستثمار في مجال العقارات وهو قطاع مهم في الصومال في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية تحسن الوضع دفعنا إلى التفكير في توسيع مشاريع البنك لم نكن نتصور أن نصل إلى هذه المرحلة بعد فترة قصيرة وعملاءنا يزدادون بمرور الأيام وفي ذل غياب شيفه تام للمؤسسات المالية التغليدية في الصومال لأكثر من عقدين فإن شركات الحوالات السريعة والبنوك المحلية كانت الوسيلة الوحيدة لإرسال وطلق الأموال وهي لا تفي بغرض حركة الأموال وفق المعايير الدولية أنا أفضل التعامل مع هذا البنك لأنه مرتبط ببنوك عالمية ويمكن لي سحب أموالي في أي مكان من العالم لأنني أسافر كثيرا كما أن الضمانات التي يقدمها جيدة وقد أعادت الحكومة الصومالية الحالية تشغيل البنك المركزي الصومالي مؤخرا لكنه يخدم فقط الموظفين الحكوميين الذين يمثلون نسبة صغيرة في المجتمع وربما ذلك ما شجع إنشاء بنوك خاصة لملء هذا الفراغ فعلى الرغم من المخاوف الموجودة إلا أن القائمين عليها يعتقدون أن الفرص المتاحة أكبر من المخاضر المحتملة علي حالني بي بي سي مقديشو ترجمة نانسي قنقر